أحمل مسؤوليته لنا ولا إنت اسمع إحنا نسلم الفرع الرئيسي للبانك مفاتيح الخزنة يوم تشغيل النظام الجديد حشان نأمن نفسنا اللي تشوفه يا فاندي هو ده حيحصل إمتى الخميس 24 الخميس 24 أعتقد ده تاريخ ميلاد نظام رشا أتأكد مداتها وأقول لك اسم الله يا فاندي اسم الله الله أكبر ها بيه لك يا مر ها بيه لك يا مر ولكن صورنا عشر سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائز وضعفنا وصارت 2 مليون دولار أنت بتعمل على الموبايل إيه أولا أروعة الأغ أغا أنت بتعرف أغاوات سواد مصطفى الأغا ما بتعبطة الحلم يا ابني بطل الناب اللي أنت فيه مضيع فلوسك على المراجيح وشوي على المشاريع الفرغة وشوي على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاو يا ابني انت أحبل وريالتك تمنطيش هو شيء اللي بموزز في منه في التلاجة ولا خلص والنبي ما في التلاجة اللي دمك يا بعيد أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهابل ده كله شغلك اللي حيعيشك لأ شغلي إيه بقى يا ماما ومعاما أنا مش رايح البنكي تاني يا ابوي يا خطيك وابنك يا رجاء يا دي الشالة ويا دي الحطة روحنا على جمال وجينا على بطة واحد واحدة بس حاجة بطت ايه وجمال ايه انا انا اشتغلت انترنت بانكينج نعم يا روح حمك ودا يطلع ايه ده يعني يا ماما هشتغل من البيت يعني عن طريق انترنت عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني وعلى كده حيدوك فلوس لأ كروت شحك اكيد يا ماما حديني فلوسا مش شغلي يا حريبتي انا اول مرة اسمع ان فيه واحد يقعد في البنزة يناطا ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس الدنيا تغيرت دلوقتي يا ماما يعني دلوقتي شغالة عاملت وان شاء الله مرة التالية حينزل قوي كل شهر حال راوتر الميزة بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا حاخد مكافأة في عيد راس السنة المالية لا مادام راس السنة المالية يبقى ربنا يجعلها هابي نيوهير عليك يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتين يبر براحة عبيوت الناس لها حرمة طب خلي بقى اللي خايف على حرماته وتترمل يكلمني على المص كلمة يا صالح في ايه خير جابنا على ماله الشلة ايه ده بصرش انا موجود ايه موجود ايه ايه عادك لك خشي هام في ايه خشي السلام عليكم زي حضرتك يا طانت اخبار حضرتك ايه ما شاء الله وشك منور بدر امر امر يا طانت الا اقول لي هو بوك لسه حرامي بيأكل مالي الغلابة ياض حضرتك لي يا طانت كل ما بتشوفيني بدو ليلي الكلام ده ما اصلى عندي فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جسوس انت بوك جسوس ولا بس يا طانت كتر خيرك تسلمني يلا بينا خش 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 شاء الله نخش ايه بس سوا لي بس ندوق طبيق الحاجة براجعان هنوي والله يالك رجل يا صفيد انت بترمي سجارة في الارض عايز تولعلي الشاقة انت فكرها الزريبة اللي انت عايش فيها جرائع مصالح انت ايه المصالح دي هو ان الخدامة اللي بتنظفلكو البيت ليه مليش اسمة نديونة جرائع صالح لا ساكت عشان خطرة كده لو النادي ما تسكوتش خش علي عزي عايز تضربني جرائع مصالحي ايه ما تضرب الله اصالح ايه دا انا ساكت عشان خطرة جيتك اه خضر زحاجة صالح عمي برص عيش ضيف برضو وطي لا اه انا اتضرب بالقلم اه او وطي لا قطو وطي عاتل السجارة قطو اه ايه انت بتدحاني روح المية بالزبالة روح هرمي اه 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 خلاص خلاص مايش يا صالح خلاص بقى انا عايشك اجنع القوضو اجنع القوضو تجنينت يا صالح عايز تسرق البنك يا ابن اللعبة يا فاجر انا معاك يا نجم في المصلحة دي مصلحة ايه يا متخلف يا عم المصلحة دي طلع لنا بالمية بستين الف جنيه بستين الف جنيه يا زئره واحنا بحين نسرق ابو حضر بتاع الشاورمة يا عم سيبنا احلم البنك يومها هيبقى فيه خمستاشر مليون جنيه يا نهر السودومنيل خمستاشر مليون جنيه لا دا احنا نعمل نمرة ونغبى عالبنك واحنا كافلين بيها انتو كافلين بيها انا مش اعمل كده صالح انت هاستسرق عايز تبقى حرامي انا ما قلتش تسرق قلت هنستلف عملية استلاف يعني انت عايز تخنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي ليه البنك تاني؟ طبعا يا عمرو احنا حرامية يا حبيبي احنا هنستلف الخمستاشر مليون هناخد بانهم عشرة ونقسمهم علينا كالقاتي انا اربعة مليون وكل واحد فيكو ثلاثة مليون بس دي مش اسمة العادل يا ناجم تمام خلو انت بقى ستين الف ولا بقى منحوار ده لا خلاص انا ركب معك في الثلاثة مليون خلاص حيبقى كم يا عمورة خمسة مليون نحطوهم وضيعة في البنك هيطلعونهم نصف مليون جنيه في السنة نرجع للبنك فلوسه خلال ثلاثين سنة حيبقى معنا كام الخمسة مليون الوضيعة نقسمهم معينها بالعدل انا ثلاثة مليون وكل واحد فيكو مليون لا يا ناجم انت اواخد كام؟ ثلاثة ودي مليون يبقوا كام؟ أربعة وانا اواخد كام؟ أربعة يبقى اسمت العادل يا لأ صدامتك شفت بقى؟ ولا انت البنكو بتاع ميمك ده في حاسك دماغك انا اسرق بنك ينهر يسود انا اسرق بنك لا 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 انا مش هعمل كده لا لا عمور يا حبيبي انا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معنا فلوس فلوس بجد مش فكة ونعمل مشارية ونكبرها اه ونكبر السايبر وقليك معايا بس طب انت مش عايز تستقله عن ابوك؟ ها؟ وعقى ربيتك وفلتك بملكة الخاص تزي السوق وتعمل مشارية وتجبر وتنجح وابوك يشوف نجحك بعنيه ويددهي ان انا نجحت من غيره ويتشال المهمة بس دلوقت هنجم هنسرع البنك ده ازاي ايه؟ بيقول هنسرع اسم الله ايه؟ بيقول هنسرع اسم الراحبرة اسم الراحبرة ده 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 فوقي ده اسمها استلاف عملية استلاف يا زقره حاضر يا نجم حنستلاف البنك ده ازاي؟ بقى محرفش محرفش ايه نجم يعني احنا قدمنا الجايب بكرة هفكر فيها وانت بروح دوروها في مخوقك كده انا مش هدور حاجة في الدناغي ومش هسرق بنوك بشهورك بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا طالما عرفت سرنا يبقى لازمان السر يندفن معاك وهي موتني؟ دقروا هتجننت ولا ايه؟ امي بره مينفعش هنا خدوا بقى ممر البوسط انت ريجا ما مغاوري وهي رحمك يا مغاوري انا صالح والحيوان ده ممكن يقتلت من جاب انا مضموش تحرامي ممكن يبقى ادى القتلى اه معانا ولا تونس مغاوري لا معايكو لا تونس مغاوري لا 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 معايكو خلاص ما خلاص قلنا معاكو بقى خلاص خلاص عم زقرو لا يونس مغاوري ما خلاص بقى خلاص قياه اتفقنا ها؟ بكر نتقابل عندك في الفيلا عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمر مش قلت ابوك مسافر؟ يا صالح مش هنفع صالح انا ابوها وجيه وعرفها ينفخني خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعها وبلغ عننا لا 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 خلاص عندي خلاص بقى عندي في الفيلا لا ام تبلغ عنينا ما خلاص بقى عمل لنا قفلة هاهاهاهات هاشالاء انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل أن تنزل للفيل يا كنس يا عام اي لا شاه الله عليها ان شاء الله اللي اقولها هذا عامر انت عدي انا عامر بتيقي انا على طول ايوة يا ابني بيتنا دقيل انت واد عامر انت وادك وابوك واعيدها كلها متزحوا تشوفوا النعيم ده كله اللي اقول له يا عامر أبوك ققد عدي و برا خمسطاشر يوم يا زقر حلوة قوي قوي خباستاشا ليوب دي جيب هنا بقى ايه قاعد عربي وهنا شوية عشان دي ايه هو اللي حلو ايه هو قاعد عربي وشوية ايه بص يا لأ احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه فما تزدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بيت عمرك هنا باش يا عم يا الله احنا قول لحادة قاعد يقول لتقضي مع بيتك وحياتك والكلام ايه بس فيه ايه صالح انت اتخارت ليه صالح وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواده كتير ما هو ايه بنا نقف المياه في حال اوه عمرا معلكش حاجة دورت الحمار في البغك ولا ايه اه دورته وشكلها كده يعني في خطة حلوة بتطعلي بس المياه عشان نقف نتكلم طب سوالي بس سوالي صالح هو بيعمل ايه زيرو انت بتعمل ببي في المياه اه لا زيرو انت بتعمل ببي في المياه ما هو قلت لا مش ببي في المياه ما هل هو مش ببي في المياه صالح تبقى اينيا اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من المياه يا ناس يا عامر ما تبقش فيلك هذا اعباق بالبي في المياه اهو اهو دا مقزز جاغي دا شامن مقزز اقولك ايه يا عمرا عشان خطري افتح من مشوية بقي زيه افتح مقب بحر اصلي انا ما عنديش مشكلة معابق اتفضل اسيدي بص اتفضل لابس ايه ده انا لو مربي سيد اشتا ما كنش هيبقى مخزس كده ما اصلي برضو الواحد اللي تقف ايانا اهداف عنك قلق ايد ايه الخرر انت غدسه انا عمد اطلع موضع فشان مشيكه لغرداء اهداف اخري بتايد ايه بالسؤال خلالتش مشيكه اوه عباوت اوه عباوت قدر يا عم قدر قدر دجل كتير اسمع بقى يا رجالة انا وصلت الخطة والخطة دي هتكون كلقاتي انا هندخل البنك لابسين ناسكات على وشينا عشان ما حدش هارفنا هنصيطنا ع الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معنا بعد كده هننزل على الخزنة الكبيرة هنفجر الباب يطاعها ببنبلة عشان المفاتيح مش هكون موجودة في البنك واما باب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيرة ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشاكة ومعنا خمستاشر مليون جنيه خمستاشر مليون جنيه يا سلام يا سلام يعني احنا كده عايزين مسكات وسلاح وقنبلة وشنطة كبيرة عشان نشيل فيها الفلوس صح يا جميل سيبوا موضوع الشنطة ده عليها تحجيب نا دا زيرو حلتها انت كده انت طاقة ساكت لغاية أخي القاعدة ليه؟ لسه فيه سلاح وقنبلة ووجع دماغ لف الزجارة مرلول وجاهل صالح انا عندي ويه في موضوع السلاح ده تكلم جد وحيات ربنا ازاي؟ انا عندي واحدة صاحبيتها على الفيسبوك بتبيع الكترك وسيلفي ديفنس البت دي يا جدعان جدا يا جدعانة وهتعمل معانا واجب ابن لازينة في الفلوس متصدق يا انت اللي ابن لازينة سيه؟ ديفنس ايه ولكترك ايه يا سيز؟ انا بحين يتكلم في مدرسة ايه على فكرة يا ممكن يبع عندها حاجات تانية يا صالح ايه بقى مستطسات خرزوا من شيكوا مثلا؟ انا مش بتأكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مرة عارفت النجمة بتاعة النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشأ؟ ايوه ايوه دي انا استقدر بالكازب ان اقاب معاكم والله يعني انا مش هايفة ابتكلم مع مين واحد اللي برشام لحظ دماغه والتاني سيس عايز الروح نسرق بنك بالنجبة نينجا بالهداوة يا نجمة الله كل حاجة تيجي بالهداوة سيب موضوع السلاح ده علي انا تفضل اتحفل زي اخوك تبقراني بعيل زي ده 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 عيل بيتشات وبيشاية بس يا لأ بس انا تتايل يا لأ ماشي ماشي عندك حق يا معلم زيب هيا بقى هنامل ايه هدروح نسبت قسط ونسب منه السلاح صح؟ لا طابعا الودمر جوشي ومحمد عيد كان عندهم حكاية كده من قيمة شارين روحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير صباح الفل صباح الزفت احنا بكرا الصبح بإذن الله ساعة عصري كده نعتمد الطريق نصف ساعة نوصل ساعة زمن نخلص المسائل ساعة كده نبقى احتاجين مواصلة طب ما احنا ممكن نروح بأوبر هو بدير ده بعيد ولو قريب ولو فأخ الشارع يا عمر هنروح نقدي سلاح بتكفي انت متخلف يا ابني ما ياسف سوري سوري بقى مقتراح يا صالح مجرد حسراح ولا عايزيه ابوك بجد واخد عرباتهم جراشا ولا انت بتشتغلنا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفتلكم والله العظيم تلات ابوها معاقدني وسحب كل العربيات خطيتها في المصنع ما فيش برغل سامي يا جمال سامي جمال مين سامي جمال الفنانة سامي يا جمال انت قادبني سامي يا جمال يا ابني رحاطة متخلف يا ابني ايه اللي بتقوله ده يا جماعة ابويا ابويا واحب طول عمره بيحب سامي يا جمال يعني يا جماعة أبو يا معجب بسام يا جمال يعني بيك فان بيك فان لسام يا جمال فاشترى العربية بتاعتها من مازال يا حبيبي يا فنان والعربية دي تمشي ولا لا بترقص لا يا حبيبي العربية تمشي وأبو يا محافظ عليها ويكون في علموك انتو الاتنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها لأنها لو خدت خربوش ولا جي عليها زر التراب هتطيل فيها رقابتي هارس وتعال خباوة ليه؟ ليه يا صحنوق ليه عالفت على الهربية دي ليه ايه با حيفتح عز دايب يشوف شوف المواجه ليه ايه ايه دي هواير عشرين جنيه تصنع كيف في ايه دك كيف في لك شوية شوف طعبك هناجم بقى في لك شوية هلش يعني دي هواير عشرين جنيه ركز بس معايا انت ركز معايا بدولك في المهمة جاي يا بطري انا مهتمد عليك هاتبت كلي بكرة هضرحين اجيبوا السلاح هايزك تجيب اربعين الف جنيه نعم هجيبهم منين دول يا صالح من دلاب الشرابات ان اماك بتشيل في الفلوس يا صالح مش هانفع يا معا ابويا لأ ايه ده صالح وانت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دلاب الشرابات صالح انت بتفتش في دلاب امي؟ انت عبري يا عمر انت لقيلو احنا بدلنا عبكورة صالح انو قلبنا عبكورة احنا فتاني يا سانوي انت فاكيرها من ساعتها صالح انت قتعي ستسرقنا لا مش للدرجات دي طالح لا قتعي ستسرقنا ركز معايا بس يا عمور دلقتي عنجيني الفلوس منين طيب براحة يا عمر تعمل ايه يا ابن انسى براحة الله باكسر التبلوء عشان اطلع على سلكتير الكونتاج انت قولة يا باكسر التبلوء بيكسر التبلوء يا عمري دي حاجة بأمير تكذي بأمير ركز معايا انت درسلك في الحملية كم؟ تلاتة مليون غالط تلاتة مليون وتفسعين الف أربعين الف بطول السلاح وخمسين الف بطول البورصة ها شوفت شوفت لفاكس بطول البورصة ازاي؟ حشو تضحف لنحقين صح قولي الخامج ده براحة 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 ضارت يا سيئة ضارت براحة براحة باس 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 استنى استنى ده المكان انت متأكد ايوة طبعا متأكد والمعلم بدير هناك مستنين اهو مش بقولك ده حبيبي طيب عمور خليك انت هنا من دولة عربية ها؟ مش هتأخر مش هتأخر مش هتأخر مش هتأخر خدوا بالكم من نفسكم ها؟ يا رب يا رب يلا فحفظ المولى عز وجل يا رب استباحتك لبل يا معلم بدير فيلك يا راجل والله إليك وعت مش معلم بدير معلم بدير مستنى لكوا جوا سبحان الله شابه بالملة يب أهو اللهي ايشوف معلم بدير استباحتك لبل ايه يا رجل ما تسلتي ليه؟ مش انا المعلم بدير معايا على ادبك والله شابه بالملة برضو والمصحف الشريف شبه وقليل المفخة خش خش ده معلم بدير خيباش عاوزينا لأنه هليس فد ده المعلم بدير آه هو طب وده في حد شبهه في الدنيا ههههه معلم بدير